آخر فقراتنا الصباحية لليوم رح نروح فيها لمعرض الكتاب السوري يعتبر معرض الكتاب السوري حدث ثقافي بارز بيجمع بين الأدباء والناشرين والقراء في سوريا وطبعاً بيهدف لتعزيز ثقافة القراءة ودعم صناعة النشر المحلية كما يعد المعرض منصة لتبادل الأفكار والإبداعات أكيد ديالي للهكة اليوم ضمن محطتنا الثقافية الختامية رح نضوي أكثر على هذا الحدث الثقافي عن معرض الكتاب السوري بدورته الثالثة والمقام بمكتبة الأسد الوطنية تفاصيل كثير مهمة لنعرف عنا عن مشاركين وأبرز المبادرات مع ضيفتين اللي صار معنا ضمن الأستوديو الأستاذ هيسام حافظ رئيس الاتحاد الناشرين السوريين صباح الخير أستاذ صباح الخير إليك ولأستاذ المشاهدين ورساة صباحكم وحلوها اللقاء الظريف والمقدمة الطيبة كمان منكم كانت كتير حلوة خصيصا واتركستوا على هو تلاقي بين الأفكار والإبداعات الجديدة وهذا هو السماء الرئيسية يلي بتخلي هذا المعرض يقام سنة بعد سنة ولازم كلنا نطوره ونشتغل عليه بحيث يكون معرض الكتاب السوري هو انعكاس لكل الثقافة السورية الجامعة هو حدث ثقافي كتير مهم للمجتمع السوري اليوم بالبداية أستاذ خلينا نحكي عن أبرز الإصدارات اللي تم عرضها بهذا المعرض اليوم نحن عدد كبير من الناشرين السوريين المشاركين بهذا المعرض يلي بيحاولوا دائما معرض مكتبة الأسد يكون هو بوابة لإظهار الأصدارات الجديدة نحن مجتمع الناشرين دائما منركز على فكرة كتير مهمة وكتير محفزة أنه معرض الكتاب السوري أو معرض مكتبة الأسد القديم الكبير اللي كان يصير يكون هو انطلاقة كتبنا وأصداراتنا الجديدة وهذا العام كمان نفس الشي مركزين ناشرين السوريين على إنتاج كتبهم من خلال هذا المعرض وأظهاره إن كان إعلاميا أو ثقافيا أو التلاقي مع القراء من خلال هذه الأصدارات اللي أنا بشوفها أصدارات كبيرة ربما يكون في عنا كم كبير ومعلا إذا قلت كم هائل من الأصدارات الجديدة موجودة في المعرض دور نشر متعددة باختصاصات متعددة نحن عنا اليوم الكتاب المتخصص بالكتاب الفكري موجود عنا طباعة المصحف الشريف كمان موجودة عنا كتب الأطفال موجودة بشكل كسيف عنا أيضا دور نشر اللي هي تعنى باللغة العربية وتعنى أيضا بالكتب السياسية وأيضا تعنى بكتب التراث كمان موجودة معنا وأيضا ما ننسى كمان مساهمات كبيرة من المجتمع المثقف إن كان نقابات أو إن كان بعض المؤسسات الاجتماعية الموجودة مثل مثلا نحكي عن الهيئة السورية العامة للكتاب موجودة معنا بكسافة وبقوة هائلة موجودة أيضا معنا بعض الجهات الرسمية مثل اتحاد الكتاب العرب بكتبه الكبيرة وبإصداراته الجديدة وبدي ركز شيء كتير مهم أنه أغلب الناشرين أو جميع الناشرين السوريين بهذا المعرض اتجهوا على حسومات كبيرة يعني نحنا اليوم عم نبيع كتبنا في المعرض بأسعار تتناسب مع المجتمع السوري وتتناسب مع القارئ السوري لأنه إظهار كتبنا هو إظهار لحضارتنا وإظهار لثقافتنا اللي نحنا نراها الآن كتير ضرورية لإبراز هذه الثقافة السورية الجامعة لكل سوريين أكيد استاذ دايما نبي ضمن صباحنا بتركز على هاي النقطة وتشجع اليوم كل المشاهدين تقول أن الأسعار عم تكون مناسبة لكل ألفئات خلينا نحكي أكثر ونعرف تفاصيل عن المعرض عن عدد الناشرين المشاركين الأبرز الأمورية اللي هننا مشاركين فيها خلينا نعطي تفاصيل طبعا المعرض هو يقام في القسم الداخلي لمكتبة الأسد يلي هو مناطق الاستقبال الصح الكبيرة تبعه طبع الصالة وفي عنده صالة معارض كمان موجودة وأيضا لم تتسع الصالة الأساسية الأولى اللي هو المقدمة المعرض أو صالة المعارض لأ أخذنا مساحة كبيرة تانية كمان عملناها مثل خيمة وصار فيه تلاصف كامل بحيث أن يكون المعرض كتلة واحدة عدد من الناشرين السوريين كبير الموجود معنا ما بين أصالة وما بين وكالة فيه عندنا بعض الوكالات العربية يعني هو لا يقتصر فقط على وجود الناشر السوري وجود الناشر السوري هو اسمه معرض الكتاب السوري وجود بشكل مباشر أما سمح للناشر السوري أنه يجيب بعض الوكالات العربية ففيه بعض الناشرين حصلوا على وكالات عربية إذن الكتاب العربي موجود لكن هو اسمه معرض الكتاب السوري لأنه بخص الناشر السوري أيضا عنا عدد من الدور النشر اللي هي عم تحاول تركز على الإصدارات الجديدة تبعها ونحن حاولنا أيضا نشرك عدد كبير من الناشرين السوريين خليني سميهم ناشرين الشباب يلي هنن أيضا اشتركوا بالمعرض وهنن إصداراتهم جديدة أو هنن بالأساس شركات تنمو شركات جديدة وأنا بدي أبشركم بالنسبة للصناعة النشر في سوريا هي صناعة متطورة بشكل دائم لكن الأهم أنه هي متجددة دائما عم يدخل عنا ناشرين شباب جدود عم يحاولوا يدخلوا للسوق السوري أو السوق العربي وعم يكون دائما معرض الكتاب السوري هو بوابي لأنهم وهدول كلهم عم يتلاقوا مع الكتاب الشباب أيضا يتبادلوا الأكتاب وعم يملكوا مبادرات كتير كبيرة عم يجيبوا الكتاب الشبابي اللي مثلا أعمارهم عم تكون 15 و 18 و 20 و 25 عم نشوفهم اليوم عم نشوف أصداراتهم في المعرض عنا تقريبا أكثر من 50 حفل توقيع في المعرض سيكون موجود بأثناء المعرض عنا تقريبا كل يوم من 5 إلى 15 وربما بعض الأحيان 20 حفل توقيع لكتب جديدة هذا بيأكد ويركز على ديمومية هذا المعرض يلي أنا أتمنى حقيقة أنه يستمر هذا المعرض رغم أنه نحن نحاول أن نعيد معرض الكتاب الكبير لكن الظروف الحالية الآن ربما عم ظروف المواصلات ظروف الاتصالات ظروف الشحن ظروف وصول الناشر السوري العربي لسوريا عم تكون شوي صعبة لذلك عم نركز على معرض الكتاب السوري وبدي أكد أنه حتى ولو أعيد معرض الكتاب الكبير الكتاب العربي معرض مكتبة الأسد هذا لا يعني أنه نحن حنلغي معرض الكتاب السوري يعني بالمستقبل حيصير عنا معرضين وهذا بيأكد على علو همة الناشر السوري بالإضافة للي ذكرته أستاذ أنه حضرتك عم تدعمه الشباب السوري اليوم الكتاب السوري اليوم هذا جيل الشباب الصغير أو البدايات اليوم عم يندعموا وعم يلتقوا بالناشرين والمبدعين عم يتبادلوا الأفكار عم ياخدوا منهم الأفكار الجديدة بالإضافة لهذا الشيء قديش مهم نشر ثقافة القراءة بين جيل الشباب وكيف المعرض اليوم قادر أنه يوصل أكتر ثقافة القراءة لجيل الشباب هلأ نحن بالأساس هو المعرض هو لإيصال ثقافة القراءة لتعليم ثقافة القراءة نحن اليوم أنا اليوم الصبح كانت عم تحكي معي إحدى الإزاعات العربية عم تقل لي أنه في هذه الظروف الصعبة اللي هي على الوطن العربي ككل هل هو إقامة معرض للكتاب هو يعتبر جانب صحي بدي أكد نحن اليوم البناء نحن بالأساس نسعى إلى بناء الإنسان عندما نسعى إلى بناء الإنسان بناء الإنسان يبنى الإنسان بالغذاء يبنى بالصحة ويبنى أيضا بالثقافة ولا يمكن أن نلغي واحدة منهم يعني ما ممكن نقول الإنسان الصحيح صحيا والمعافى جسديا لكن في عنده مشكلة في الثقافة هذه مشكلة عقيقية إذن نحن اليوم رغم الظروف الصعبة رغم كل المنطقة بحرب نحن شايفين وإسرائيل الهمجية اليوم عم نشوفها عم تطاول على كل الشجر والأخضر وعم تحاول حتى تهدم من معنويات الإنسان العربي نحن اليوم مهمتنا السورية كحضارتنا السورية اللي منملكها ومهمتنا العربية نحن لأنه نحن رواد في الوطن العربي نحن ما أن السوريين نملك فقط الجنسية السورية لا نحن نملك الجنسية السورية مع البعد العربي هذا البعد العربي اللي نحن اليوم بنا نشتغل عليه بنا نشتغل على ثقافة جامعة تجمع السوريين وتجمع العرب ضمن ثقافة متزنة نظهر الحضارة العربية الكبيرة ونلغي هذا الهمجي الإسرائيلي اللي نحن اليوم عم نشوفه نحن اليوم كتير مهم أن نعطي أمل للشباب نعطي أمل للقراء نعطي أمل للكتاب بأنه نحن سوريا سوريا حضارية وسوريا متنورة وسوريا تبنى بأبناءها اليوم أبناء اللي هن القراء اللي هن اليوم المهندسين المحامين الأطباء أيضا ما ننسى أيضا دور الجندي السوري في المعركة ما ننسى أيضا دور الإداريين اللي عم يشتغلوا معنا في سوريا في مؤسساتهم الإدارية اللي عم يحاولوا يبنوا سوريا الحضارية رغم الصعوبات اللي نحن شايفينها صعوبات مالية صعوبات اقتصادية صعوبات العلاقة بالحروب وبالكوارث اللي عم تحاول الأعداء أن يوقعوا سوريا لكن نحن بهمة وثقافة وشباب شبابنا عم نعاود ونرجع وأنا بدي أكد أن هذا المعرض هو ليس فقط للناشر السوري وليس فقط للقارئ وليس فقط للكاتب هو معرض يجب أن يكون للأسرة السورية لازم اليوم كلياتنا نحاول نحضر هذا المعرض ونتفاعل أنا اليوم لازم أشوف الأم الأب مع الأولاد في المعرض عم يحاولوا يمسكوا كتب وعم يحاولوا يتبادلوا ويتبادلوا أيضا الكتب معهم مبادرات كبيرة قامت فيها إدارة معرض مكتبة الأسد مشكورة مبادرات ودعم كبير قامت به وزارة الثقافة مشكورة سيدة معالي وزيرة الثقافة أيضا الوزارات الأخرى واتمنقول الوزارات الأخرى منقول اللي هي تعنى بالثقافة اللي هي وزارة التربية وزارة الأوقاف تعنى بشكل كبير أيضا بالثقافة وزارة الإعلام هي إعلامية للثقافة وهي راعية أيضا للناشرين وليئة الثقافة اليوم هدول كلها تشاركوا بهذا المعرض نحن بدنا نأسس إلى جيل مفقف جيل واعي جيل يحمل هذه الأمانة أمانة حماية سوريا أنا بدي أكد وركز على فكرة حماية سوريا حماية سوريا من شو؟ مو بس من القتال مو بس من الجيوش حماية سوريا أيضا مطلوب مننا ثقافيا نحن مطلوب مننا أن لا تخترقنا الثقافات الأخرى هذا المعرض هو بوابي لأنه نبرز ثقافتنا خليني أقول ثقافة السلام ثقافة المحبة ثقافة التفاؤل ثقافة بناء المجتمع بناء المجتمع المحلي السوري والمجتمع العربي وأيضا المجتمع الإنساني هذه هي الرسالة الأساسية اللي بيحملها الناشر السوري ومعرض الكتاب السوري أكيد مشكورة جهود كل المسؤولين اليوم معنا المعرض أستاذا قد نحكي ونوضح كيف كانت آلاء المشاركين عن أهمية المعرض المشاركين بصراحة نحن كنا بسبب الظروف القاهرة اليوم عما تمر بالمنطقة كنا بخوف هل يقام المعرض أم لا يقام كنا نحن حتى بتخوف أن الظروف القاسية الآن التي تمر فيها المنطقة هل هذا هو الوقت المناسب لإقامة المعرض بدي أكد وركز وأعطي رسالة تناشرين السوريين نحن يا جماعة تحت القصف وتحت أقصى أزمات اقتصادية نحن نبني المجتمع من خلال كتاب نبني المجتمع من خلال قراءة نحن نقدم لمجتمعنا الثقافة المحبة وثقافة السلام نحن اليوم مهمتنا كلاتنا أن نكون رواد رواد مو بالمجتمع السوري نحن رواد في المجتمع العربي شوفي اليوم أنت تطلعي على الآن الفسيفساء السوري يلي موجود الآن في العالم شوفي اليوم شو بنوا السوريين بسويد شو بنوا بألمانيا شو بنوا بالدول العربية إذن نحن اليوم خليني أقول قادة قادة للمجتمع الدولي قادة للمجتمع الإنساني لذلك نحن يجب أن لا يغيب معرض الكتاب معرض الكتاب يعتبر أهميته مثل أهمية مشفى أهميته مثل أهمية مدرسة اليوم لأنه نحن نبني الإنسان والإنسان هو غاية الحياة ونحن غاية الحياة ومنطلقة لذلك أنا شايف أنه معرض الكتاب السوري ضرورة إقامته أنا والناشرين السوريين ساعدنا المسؤولين بالوزارات المعنية عن إقامة هذا المعرض وحفزناهم بأنه نحن سنقدم معرض يليق بسوريا يليق بدمشق يليق بمكتبة الأسد هذه المكتبة العريقة التي تعتبر من أهم المكتبات في الوطن العربي نحن اليوم مهمتنا نسعى لإقامة هذا المعرض ومهمة بقال القارئ أو مهمة المجتمع السوري هو حضور وتفاعل وإبراز كتير مهم نحن إبراز أنه نحن اليوم موجودين اليوم نحن حاضرين اليوم وقت أنا بشوف المعرض مقتص بالزوار ومقتص بالأطفال ومقتص بالفئات المختلفة بالشباب اللي عمرهم 18 و19 و20 هذا كله هيؤدي لتطور كبير اليوم عملنا مبادرة نحن بالدار تبعي عملنا مبادرة كتير مهمة أنه نحن اليوم عملنا إدارة الدار عملتها للمتطوعين من الشباب الجامعيين يعني اليوم حنشوف شباب جامعيين موجودين معنا حيكونوا موجودين بالاستندات حيقولوا نحن متطوعين لإعطاء الكتاب السوري للقارئ السوري وأنا بدي أكد على شيء مهم جدا لا تحطوا ببالك الموضوع المالي نحن ما عملنا هذا المعرض لكي نربح ليس الموضوع المالي هو الأساس الموضوع الثقافي الموضوع إغناء المواطن السوري بهذه الوجبات الثقافية الدسمي اللي أنا أراها اليوم قديش مهمة قديش نحن اليوم مهم أن نكون نحن عم نصنع كتاب الطفل بأيدينا قديش مهم ما نكون نحن عم نستورد كتاب الطفل قديش محنا مهم اليوم نحن عم نصنع الرواية السورية بأيدي سورية بكتاب سوريين بناشر سوري بإخراج سوري قديش هذا المهم لنأكس ثقافتنا الحقيقية المتجددة اليوم أنا بتمنى حقيقة تسليط الضوء الإعلامي وبالذات الإعلام ما هي مهمتكم أنت ومهمة وزارة الإعلام على هذا المعرض قديش مهم هذا المعرض بحياتنا السورية وعلى فكرة المعرض هو من 8 إلى 19 شهر وهذه أول مرة بيتزود يوم من الأيام وهذه كلها تعكس أهمية دور القراءة في المجتمع السوري أكيد هذا المعرض كثير مهم خصوصا بهذه الظروف اللي عم نعيشها وخصوصا بحرب اللي عم نعيشها السوشيل ميديا وسائل التواصل الاجتماعي المتواجدة للأسف بين إيدين الكل اليوم صارت الأسرة يمكن يتواصلوا مع بعضهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اليوم فعلا هذا المعرض كثير مهم يكون الكتاب السوري بمتناول إيدين كل فرد من هذه الأسرة أكيد بدنا نتشكرك أستاذ هيثم حافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين أكيد نشكر الجهود المبذولة لتنظيم هذا المعرض اللي يعتبر منصة مهمة فعلا لتعزيز الثقافة ودعم اليوم الكتاب السوري شكرا لك أنا بدي أتشكرك وبيدي أخذك منك فقرة لنص دقيقة ادعي أصحاب المنصات السورية يلي متواجدين الآن أن يأتوا إلى المعرض ويساهموا معنا في إظهار الثقافة السورية أدعو أصحاب المنصات يلي دور كتير كبير في إغناء المجتمع السوري أدعوهم ليشتغلوا معنا في الجانب الثقافي نحن اليوم منصاتنا ما هي مرتبطة فقط في اللبس والأكل والغذاء والمطاعم لا كمان بدي أياهم يكونوا معنا موجودين ويبرزوا هذا الجانب الثقافي وهذا الجانب التأسيسي لإعادة القراءة لمجتمعنا أنا بشكركم وبشكر الصباح الخير وصباحنا دوما غير بوجودكم شكرا لك بوجود حضرتك أستاذ هيسام شكرا لك مشكورة جهودك نتمنى لك كل التوفيق وأنجح ودايما شعارنا معك نقرأ لنرتقي هو شعار معرض مكتب الأسد السنة شكرا لك أستاذ